بإرادة قوية تذيب السقيعة في هذا الموعد المتجدد من كل صباح تلتقي السيد الحاجة خيرا مع بقية العاملات هنا بحقل البرتقال لتبدأنا نشاطهن اليومي عملية الجني لازالت حكرا على الرجال لكن حب المهنة وحب الأرض لدى الحاجة خيرا كسر كل التحفظات ما نقدر نسمح لا في بلادي ولا في داري ولا في فلحتي ما نسمحش فيه مع ذو حتها نهارا نموتون فلحتي ما نجي موش نسمحه وحنا نظر قوية من هذه الخدمة ما نجي موش نسمحه فيه معنى لاش حاجة أخرى لنخدمه وعلى عكس الحاجة خيرا فهناك من العاملة من أرغمت الظروف لكسب لقمة الحلال رغم قسوة العمل بعيدا عن عيون الناس خاصة في هذه الأجواء الباردة خمزة حلالية ناكلوا لقمة حلالية الحياة ناراني نقدر نقول لك راني في 17 سنة ولا 18 سنة راني خدامها هكا نخدم على روحي لكا ما نخدمش خوية ما ناكلش وكان ما نخدمش ما عنديش ما يعطيني كل واحد دولاتي في روحوا نخدم وين جات ما نعيفش الخدمة العفيريتي كي عاي طولي روح نخدم نور مهال ولو كان صبنا ما هنا وحدة وخرى احنا ماذا بينا نخدم يعني ما نعيفوش ولو كان صبنا ما دخول ولا ما نجوش هنا خوية عندي لبنات كلي عندي طول كلي ما عنديش عندي بابة يتشيلت عندي لي صوارات وفاجأت نخدم هنا العربة نعيش خدمة حلالية وفاجأت هذي هي وين صدت نخدم وفي الطماطيش عزف الشباب وهجرته لهذا العمل هو ما شجع الفلاحين على تشغيل النسوة يقول ملود وهو فلاح اغلبية عماله من النساء لكن ما تشوفوا في الفلاحة كيف صبحت تنخدم صبحت تنخدم بالنسوة الله شو ناس هذي ماش تخدم هذي الفلاحة وراك تشوف واحنا هذي النسوة صبحنا نعاونهم وراهم نعاونينا بعض من المجتمع الف نظرة ازدراء للمرأة العامل فهل هي نفس النظرة بالنسبة للحج خيرا ومثلاتها من العاملات اشتركوا في القناة